دخلتك بركة فيها تفائل دخلتك بركة فيها أمل على خاطر هو مشروع توينس الكل ما زلت عنا العقلية ديك ما زلت عنا العقلية ديك ماهما كان الدخل متاعنا نحبو دويرا ملك هذي عقلي تو كنجو على الأرض الواقع نلقاو عنا الحق ألف بالمئة قطر نشوفو أسوام الكراويت وين وصلت الكراي الاس بلوس او الاس بلوس دو وين وصلت فيولي الواحد يقولك انا اللي بش نعطيه لي الكراي نلز روحي نحاول كيفاش نتقشف على نفسي وناخذ الدويرا فيه هذي بش نحكيه سينجي بسنوسي المدير العام للإسكان بوزارة التجهيز بش نجيه على مختلف البرامج اللي حذرتوهم في وزارة التجهيز وفي إدارتكم بش اليوم المواطن التونسي اللي عندو داخل قائر ينجم يعمل دويرا وجديد وانو حتى اللي ما عندوش داخل قائر ينجم يعمل دويرا وايضا اللي اكتشفته مؤخرا نبعثولي مدام أحلام اللي مكلفة بالإعلام في وزارة التجهيز قتلينا نعطيه حتى قروضات بش المواطن التونسي يعمل ماجل يلم فيه ما المطر حاجة يسر هيلة معناه هذي مكنش مثلا أنا شخصيا مكنش نعرف هذي هذي اللي عندهم ديار مهمش في بورتمانيت يسكنوا مش في بورتمانيت يستنفعوا برشا على طول العام سينجي بنهاركا سعد ليام ومرحبا بيك أهل وسهلا مرحبا بيكم ومرحبا بمستمعي الإيضاء الوطنية أنا من عرشي نجي بنختار أنه نبدأوا ساعة بجديدكم الجديد اللي هو كيفش نجم ننتفع بتدخلات صندوق ضمان وضمان قروض السكنية لفائدة الفئات الاجتماعية من ذوي الدخل الغير القار هذا صندوق هو صندوق جديد اللي يتحكي عليه مدى الأخيرة واللي التونسي يحب يعرف كان أنا دخلي موش قار كيفش نجم ناخذ هالقروض هذو بركة الله فيك هو آلية من آليات اللي تم احتاثها من أجل يعني تمكين الفئات من ذوي الدخل غير القار بيش يتحصلوا على قروض لتمويل المسكن متاعهم من قبل المؤسسات البنكية دونك فلمكاني اشانه مقبى لخس ليش آليت متIFkov بيش يبينوا المدخيل متاحهم بخطر هي مدخيل غير قارة ولكن البنوك لا يعتبروا كؤجراه وبالتالي لي بانهم شيكل للدخل القار Eunjali قدموه للبانكة باش ناجم يخذ القرصة. هذي الصندوق هذي اه اه احسدت الدولة. هذي هو بجابي قانون مانية انفين وثمانتاش ولكن اعملنا الاعداد الليه معناها من خلال امضاء اتفاقيات من خلال اعداد التمويلات اللازمة. ودخل حيز التنفيذ وقتاش? انشاء الله سناء ينطلق ينطلق حيز التنفيذ. قبل ما ندخلو في تفاصيلو شنو شروطو وشكون نحب نافل فئة اذي اللي تحكيو عليها انتوما اللي هي اه 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 الدخل الغير القار. شكون تقصدو بيه? خطر من اه دخل غير القار بسيط جدا ينجم يكون الى دخل غير القار ولكنو محترم جدا. مش دكور لكن الهنا الدخل غير القار سي تدير ما عندوش ما يفيد اللي هو عندو اه اجر شهري متواصل قار هذيك هو. واضح. دون كل ما الفئات هذيك. لكن احنا محددينها الى حدود انو المعدل الدخل الشهري متاعه بيفوتش عشرة مرة الاجر الادنى يعني حوالي اربع علاف وتسعمائة وخمسين دينار. دونك هذي الحد متاع الفئة هذيك اللي يمكنها ان تنتفعه بالاجراء هذي. معنى اللي ناجم ينتفع بالاجراء هذي انو ياخد قرض سكني وهو عندو دخل غير قار يزم يكون الدخل الشهري متاعه في حدود اربع ملايين. ميفوتش اربع عمليين تسعمائة وخمسين لا يتجاوز عشرة مرات الاجر الادنى يعني ناجم يكون مرة مرتين ثلاثة مرات الاجر الادنى يعني ما هو ميفوتش عشرة ماتر الاجر الادنى. دونك هذيك الشريحة ما تحت هذيك الكلها يمكنها الانتفاع بهذا. وكان انا من الشريحة لان عندي الاجر الادنى. اجر الادنى اذا كانك اجير ما تنتفعش بالصندوق هذي. تمشي للصندوق. تمشي للصندوق. ليش نحكيو عليهم بعد شهر. دعتيك ساحب ولا. دونك احنا هذيك. كما قلنا الاجر معناها معدل الاجر من فوتش عشرة مرات. لا يمتلك المنتفع والقارير المتاعه انه يجده مسكن. ثم معناها انه معناها يفيد انه معناها بوقتي مش يتقدم للبنكة باش ياخد القارض متاعه هذي. يلا بد باش اثبات اللي هو انخرطة في احد السندوق الاجتماعية. كمعناها كمعناها بادرة من الاولى باش يولي معناها تكون هناك فيزيبيليتي مع البنكة اللي مش يتعامل معها بتابعة الحال. هذو ما الشروط. هذي الشروط بتابعة الحال. ميسيري سي ناجيب. بس عبالك معي خلنا نرجع نعاود مرة اخرى. نوضح هالي كان يحكي فيه توسي ناجيب على انك ناجم تتمتع بقرض تشري به دويرة وانتي الدخل متاعك ما هوش داخل قار. لباس حمدولة تصورة ما مش داخل القار يلزم يكون الدخل متاعك او يزم يكون معدل الدخل الشهري ما يفوتش عشر مات الاجر. اجر ادنى. فاذا كان هنا شهريتي مليون مثلا وهي غير قارة ولا زوز ملاي ولا مليون ونص ولا ثمانية مئة الف وهي غير قارة ولا ستمية تلف وي مش قارة كيف كيف. كلكم تنتفعوا كلي عنده اربعة ملاي ميش قارة كلي عنده ثمانية مش قارة. كل عنده الامكانية باش يكون عنده ضمان للقرد مش ياخده من البانكة في الحسب للدخل. واسح انا حبيت فقط نعود نرجع نأكد عليها النقطة هذية باش ما يصيرش فيها ما يقول لكش خطريتك المبلغ اللي يعطيناه من الول اربع عاملين يفجع بك. يفجع بك. يفجع بيش. طيب نمشيو. الحاجة الاولى الحاجة معناها توضيح اخر زيادة راهو الصندوق ما يعطي شي قروض. الصندوق هذية هو صندوق عملته الدولة لضمان القروض التي تزديها البنوك. وبالتالي المواطن ما عنده شي علاقة مباشرة مع الصندوق. هو ممشي يمشي للبانكة اللي ممشي يختارها اللي يتعامل معها ويطلب منها قرض. واذا كان يستجيب هو للشروط اللي حكيني عليها توه هو البانكة اتفعل عملية الضمان مع صندوق الضمان. معناها انه ان الدولة تضمن الى حدود سبعين في المياه من كلفة التمويل هذاك في صورة ما معناها انه المواطن والمنتفاح هذاك معناها ما اصبح غير قادر على آآ سداد القرض الانخذية. هي القادة دولة وراه. هذا هو. يعني انا الدولة تضمن في ريتكي ما في ساعات يقولك جيب شكون يضمن فيك ولعطيني آآ شهرية امتح حد يضمن فيك. هذي الدولة تضمن فيه. تضمن فيه. لكن تضمن في القرض مش تعطي البانكة. معناه هو ضمان للبانكة اللي مش تعطي التمويل. خطر هي تعطيها من الموارد متاحها حسب الشروط وحسب الاجراءات المعمول بها. باي. تو نجيو للصندوق الثاني واللي هو زيدا. قبل هذي ساعة. هاته نحكيه على المونتون. قداش ينجم ياخو. التمويل هو بالنسبة اذا كان اقتناء مسكن ميفوتش ثمن المسكن مية وخمسين الف دينار. وبالنسبة اذا كان آآ بانسور يجب يكون المسكن ووضعته العقارية مساواته قابل للرهن. ثم آآ اذا كان مش يعمل بناء مسكن ميفوتش التمويل متاع البناء هذيك مية الف دينار. بتبات الحال يزم يكون وضعية العقارية انتاع الارض اللي مش يبني عليها المسكن متاعه وضعية مساوات قابلة للرهن وقابلة للترخيص في البناء. سيتدير وقت المشي قدم الملف متاعه. لابد هناك ترخيص في البناء باش يكون آآ معناها. تكون وراق وقانونية. وراق وقانونية. وكي نحب نشري آآ ما انا ما عنديش الارض ونحب نشري ارض ونبني. ليه? لا شيرانه آآ ما يدخلش في الشيران. لا معناه انت كان عندك. كان البناء البناء او وقتنا مسكن. كان عندك ارض انا نعاونك بش تبني. وكان ما عندكش ارض انا عاونك بش تشري. والمهم انه اذا كان المسكن حاضر باش ما يفوتش مية وخمسين مليون. واذا كان بش تبني. انا ما نجمش عتيك اكثم ميت مليون. واضح. شو الشروط او الاوراق المطلوبة منه انه. هي الشروط العادية مي ولكن آآ معناها الوثاقة اللي قدمها للبنكة بش يثبت اللي هو الدخل المتاعه وهذه الغير قار معناها بش يدخل مع البنكة ويشوف حتى اذا كان عنده تعاملات عنده حاجة نجم يولي يدخل معناها مع البنكة بش معناها يظهر هال المداخل المتاعه هذي اذا كانوا عنده كذا. وثم الانخيرات في الصندوق لمدة ستة اشهر على القليل. عنده ستة اشهر مهم منخرط في صندوق الزمان. ويتقدم الى. وتكون اوراق المسكن والالارض اللي شو بني عليها قانونية. نسي قانونية. والبنوك بتبات الحال البنوك اللي منخرط الى حدنا في الصندوق هذيه هي بياش بانك. اه. البنك الوطني للتضامن. اه. التجاري بنك. اه. الامان بانك. والاسي بي. معناها البنك التونسي. اه. بي. الهنية معناها موش بنوك عمومية فقط. لا لا بيسير. هو مفتوح للبنوك الكل. هو البرنامج مفتوح للبنوك الكل. بي. اه. قلت لي انت سنة يدخل حاجز التنفيذ. بتابعة الحال. وقتاش. معناها انا كمواتل تونسي نحب ندل نحضر ابراقي. يتمشي للبانكة تتصل بالبانكة واحنا على ذمتهم في في اي تواصل في اي اشكاليات بتابعة الحال. معناها بالنسبة لكم انتلقى البرنامج. انتلقى البرنامج في التنفيذ. ايه. انه البرنامج انتلقى في التنفيذ لذويئة داخل الغير القار. ولا. باش ينتفعوا بمسيج. كل معناها الترتيب والاجراءات والنصوص القانونية المنظمة له والتمويلات. الكل هتم معناها اعدادها وضعها على على ذمة للبنوك وعلى ذمة المواطنين. وبالتالي فعلى معل المواطن انه يتصل بالا. وبداية التوين ستجي بداي الاقبال. والله خطر ما الزنك اعلن عليه هذي اخيرا. ان شاء الله كنت نشوفوا معناها الريكسيون متاع العباد متاع البنوك زادة كذلك باش ننتبعوا معهم. بيه. نجم شو الفوبرولوس تقول. بيانسور. الفوبرولوس لي هو باش يقدمه لنا اه سي نجيب. شنو هو البرنامج هذيه. لكن قبل وخطر هو برنامج قديم معني على سنوات يخدم. التونسي كيف كيف سؤالي هالتونس يلتجأ للفوبرولوس وقالا ما عندوش علم به كبير ولا. هو ثم الفوبرولوس. هو صندوق النهوض بالمسكة اللي فاته الوجراء اللي نطلق عليه عادة استسميت فوبرولوس معناه باللغة الفرنسية. آآ الصندوق هذيه احدث منذ سبع وسبعين مول ما يقارب السبعين الف مسكن منذ احداث متاعه. ولكن آآ آآ وابقات ال آآ كانت مرتكزة بالاساس آآ عملية التمويل على المساكن المنجزة مقبالبعيثين العقاريين. احنا اندوميل ساز الفين وستاش و الفين ثلاثة وعشرين تم التحيين متاع هالآ شروط الفوبرولوس هذيه. وادرجنا فيه هذيه اولا اقتناق قطعة ارض هي ما كانش موجودة قبل اقتناق قطعة ارض. معناها قطعة ارض تصل حتى الى ميتين وخمسين متر مربع. لكن قطعة ارض متاع ميت متر مربع ولا متاع مية وعشرين متاع مية وخمسين. المهم تكون آآ وضعيتها العقارية مساوية وقابلة للترخيص في البناء. يمكن انه آآ ييمولها الصندوق هذيه بشروط ميسرة جدا. آآ انا جاينها فقط كان سؤالي انه تونسا عندها اقبال عليه وقال الله على خاطر الناس ما فيهم شو اكثر المسكن الاول. وساعات يصير آآ معناها خلط بين المسكن الاول وبين الفوبرولوس اللي هما القروض المسندة للأجارة في الدولة التونسية. فهذيك عليش سألتك سينا جيب. آآ اذا كان اليوم الناس معناها فهمة شعندها. فهمة معناها شعندها في ديها من من مميزات ومن ثم ثم اللي فهمين وثم اللي نحبوا ماذا بنا نزيدوا نوصولهم المعلومة هذية. تخذل. ولن خطر هو الهذية موجهة للأجارة. الأجارات دونك اللي الدخل المتاعهم يتراوح بين الأجر الأدنى وستة مرات الأجر الأدنى يعني بين آآ قبل قبل التحيين متاعه دارين رمون مش نعتيك الأرقام اللي مزلت محايا النهاشة على اساس مزلت كخرجة الأسبوع الفرد حوالي آآ أربعمية خمسة وتسعين دينار الأجر الأدنى إلى آآ الفين وتسعين وسبعين دينار آآ ستة مرات الأجر أدنى. دونك هذية الكلو عنده الامكانية باش آآ الحصول على قرض لتمويل آآ آآ أحدى التدخلات اللي آآ يمكنها الصندوق. سواء لقتين قطعة الأرض كي ما قلت لك آآ منذ قليل اللي هي ما تفوتش ميتين وخمسين متر آآ مربع آآ آآ وآآ 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 بناء مسكن ينجم يمول بناء مسكن. كي بدى عنده الارض كي ظل عنده الارض بيانسير. الهنا الهنا تنجم تكون زينا وسعنا فيها يعني الأجير والقارين بتاعه ينجم ويخذوا دوكري دي وزوز قروض باش يبنيوا المسكن متاحهم ولكن راهوا ليبناء مسكن واحد فقط مسكن عائلة وآلا توسيعة مسكن ثم برشة حالات نعرفهم اللي احنا عنده تلقاه بيت وصالة يعني خمسين متر مربع ولا ستين متر مربع عنده الامكانية باش يوسع يزيد غرفة والغرفتين إلى حدود مئة وعشرين متر مربع ثم التدخل الثالث هو اقتنى مسكن لده بعث عقاري مرخص له في معناها سواء المهم المساحة بتاعه ما تفوتش مئة وعشرين متر مربع آآ وبثمان متر مربع ما يفوتش آآ آآ ثلاثة ثلاثة الأجر الآدنة يعني حوالي الف وستمية خمسة وثلاثين دينار اللي هي مشان يتم التحيين متاحة خلال الايامات القادمة ان شاء الله شتم التحيين متاحة بتابعة الحالة بوسكو اصدر الترفيع في الاجر الادنى واحنا الكل الشروط هذيك مرتبطة بالاجر الادنى بالاجر الادنى بالكالي كل هذية كلها سيتم تحيينها ان شاء الله حتى الهنا قاعدين نحكيوا على المساحة سي نجيب مازانا ما حكيناش على الثمن محدد بكم فلو تسمح مثالش خلنا عاوده فقط في ترتيب في ساعة في ساعة في ساعة كيم ششري ارض انا مش سلكم تجاوبني سينجيب كيم شاشرatie ارض مزامش marche حتى كوفير مساحة مغطاة مفتدش مئة وعشرين متر مربع. كمششري دار مسكلا دابعة ثقاري مفتش مئة وعشرين متر مربع كيف كيف بر أزال مشتركة بتابعة الحياة. طو واضحين في المساحات الكل بأي في الثمن طو ما يزينيشوا مفوت. بالنسبة للأرض كيما قلنا الثمن المتر مربع مفوتش ثلاثمئة واحدة وسبعين دينار. مش مش تحينو هذي خاطل هذي. مش تحين هذيه بنسير مش تكون في حدود ثلاثمية بتاتر سادي بان زي ده سات بورسان لسوي بزادة برشة خدس نجي بذك عليش قد لك اي اه اه اما احنا ماذا بنا تحينو الكل راه اما انا مش تحينو بتابعتو مش تحين بالنسبة لي البناء مسكن ميفوتش القرض يوصل حتى المئة وحوالي مئة وخمسين الدينار بشتبني بشتبني مسكن مش تبني مسكن متاعك بنسير مئة وعشرين متر موربا وابين اه اقطنا مسكن لدابعة عقاري الثمن الميفوتش ثلاثة فسلاثة الاجر الادنى دونك احنا مش نرطوب الاجر الادنى حاليا الف وستمائة وخمسة وثلاثين بسميق القديم سي مش يتحين قريبا ان شاء الله هتوانا اه لهنا الشروط الامتيازات اللي تعطيوها الامتيازات الور اه هي قروض اه معناها يمكن اه معناها اه مدة تسدد بتاعها تصل الى خمسة وعشرين سنة دونك هذي مدة ممتازة برشة اه نسب فائدة من واحد في المئة ثلاثة في المئة خمسة في المئة وسبعة في المئة لحسب الشريحة خطر احنا مقسمين الشريحة المنتفعة الى اربع اه فئات لا اعطيهم لا سنجيبها لكل واحد يعرف روحه فانا فئة او بين الأجر الأدنى ومرتين ونص الأجر الأدنى هذه الفئة الأولى الفئة الثانية من مرتين ونص إلى ثلاثة مرات ونص الأجر الأدنى الفئة الثالثة من ثلاثة مرات ونص الأربعة مرات ونص الأجر الأدنى والفئة الرابعة الأخيرة اللي زدناها عند ميل فانتروها اللي هي بين أربعة ونص الأجر الأدنى وستة مرات الأجر الأدنى سيديا حتى اللي لباس وشاريته تسمحها نعونه كان نترجم أرقام ممكن كان نترجم أرقام الفئة الأولى يكون من إليه من إليه الفئة الأولى دونك كاتسون قول خمسة دينار حوالي خمسة دينار خمسة دينار دونك خمسة بين خمسمائة وثنين ونص يعني ميساج سنجيب كنتو بش نحسبوه مطانو حسبوه على رويحنا متقلقش روحكش بناخدوش من وقت منبقية الامتيازات لازمنا نقولوا عليهم فأولا ساعم قسمين الأربعة فئات والفلخر بكل أعلى درجة متاع أعلى نسبة فئدة تكون في في سبعة في المئة بالنسبة للفئة بين أربع ونصف وستة مرات الأجل سبعة في المئة نسبة قارة نسبة قارة وغير معناها مرتبطة بأي أنديس آخر وإلعل تلك الفئة الأولانية واحد في نهاية فئة الثانية تلاثة في المئة لاثة في المئة جافة 1 مئة sympt 4 ول gdyxy فئة ثالثة 53lle 5 مئة ولفئة الرابعة 27 سبعة في المئة الي هي الدخل إحدى حيكون بين اربع ونصف وستة مرات الأجر الأدنى الأجر الأدنى تبا اليوما النغوا من مو يكون بالإطارات فالدولة لسالري سواء في الخواص ولا في حياة تقريبا با قتليك القاريني نجم يأخذوا قرض مشترك هلك نقد قرض مشترك أنا وزوجي نجم رفعه في القيمة مثلاً أنا كمواطن تونسي مسموح لي مثلاً أني ناخد 150 مليون كنت ولي معايزة وشتين وليو 300 مليون لا لا نجب شكيك أخي راحنا ديما البلافون بتاع اللوجمون كيما ناخده مثلاً بتاع الكنسريكسون بتاع البينامية وخمسين ألف دينار ما نهم بتفوتش 150 ألف دينار للقرض المنتفع والقرين متاعه على أساسي نجم يكون المنتفع الدخل متاعه مرتين ولا مرة الأجر الأدنى والقرين متاعه مرتين ولا مرتين ونصف الأجر الأدنى مع بعضهم باش ينجموا إيموا ياخذ وكل البلافون بتاع الكريدي هذك بيك أحنا مثلاً نحب كل الزوج والزوج يحبو كل واحد يخل قرض واحد ممكن قرض واحده لتمويل لمسكن هذك بالذات مسكن وحيد معناها الشرط الأساسي أنه باش ياخو تنتفع بالفور الراس يجب لا يمتلكاني مسكن بالنسبة لل وزوء ومش من بعد كل واحد يصب وراقه واحد وكل واحد يمتلك مسكن لا 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 المسكن عائلي وحيد فقط بيه شو نجمز نقلو آخر في برلوس شو تحب الضيف بالنسبة للمساكن المقتنية من قبل البعثين العقارين عنا زاد كيف كيف سنوات أمهال من ثلاثة إلى سنتين أمهال ذوك وبالتالي المواطن ينجم ياخو معناها القرض متاعه يقعد ثلاثة سنين ولا عامين ما يخلص فيه فكالعامين ولا ثلاثة هذوك ينجم ياخو بيهم قرض شخصي باش يستكملك التمويل الذاتي المطالب به اللي هو في حدود عشرة في المائة من ثمن المسكن به وهذه به برشة على خطر ساعة يقول لك نحب نفس نزن فس بركنا النقلة أي بسير فطر العامة العامة اللولانية ومعهالقليرة وإذا كان بش تحب تزن فس مع البنكة معناها تصرف بثمنه معناها أنك تزن فس مع الفوبرولوس تزن فس معناها بلاي فلوس بلاي حتى شيء ومهم يسر أنه يكون لنتغيل هو نسبة الفائدة تكون مستقرع خطلتوقع دين يعيشوا في الموظفين ولي قاعدين يعانيو في الموظفين أكتل عهبت تيميم أما حاجة ببركة جيس حابيتنا أن أكد عليها اللي هو بالنسبة للصندوق الفوبرولوس هذي اللي هو ربما ما ثمش قبل كبير برشة عليه هو اقتناقة تعترض هذه كما قلت لك راي أرضت نجم تكون داخل نسيج عمراني بمساحة ما تفوتش 250 نجم تكون 100 120 150 لكن إذا كان وضعيتها مساوات وهو أجير عنده الحق باش ياخو قرض للاقتناء المسكنة متاعه هذيك كيف كيف كذا اللي عنده مثلا مسكن عائلين يحب يبني فوق اللوجمون كيف كيف ينجم يخو قرض باش يبني المسكن متاعه فوق المسكن العائلي متاعه وعننا احنا فوق دربابة فوق دربابة بانسور يا ثم هذي معمول بها معمول بها بانسور فقط قل جملة أنت سي نجيب إن شاء الله من خلال المنابر الأعلمية هذي الجملة تتفسخت واليوم عاش خالطين على أنكم تصدر قلت راهو تونسي عندوش ديراية كاملة بها الملافة هذي وراو الإقبيل ما هوش كما تستنيوا هنتوما معناها سينا نسوروا أنو الإقبيل مش بالدرجة هذي على خاطر ما عنيش علم بالمعلومات هذي على خاطر حتى راو تقول اليوم تمشي البنوك سينا نجيب ودخل أنت حل السيط مغير ما نسميه البانكة أنا سميتهلك في الأوف تتلقى راهو المسكن الأول تلقى شروط وتلقى كل شي متلقاش الفبرولوس مثلا كي تمشي باش تتعامل مع البنوك متلقاش السهولية اللي نحكي وعليها أحنا تويكة نعرف اللي هي ما هيش من لا لا هو لابد من انخيرات الناس كلها والمؤسسات الكلها تنخرط باش تستجيب للمواطنة التونس كالكسواة إيه نش كوني ضمن لي حقي مثلا مع البانكة أنتو ما عطيتوني أمان تقبلتوني خدمنا مع بعضنا الأوراق خديت لي حاجتي بيتا وفي الأخب بكل يزم البانكة باش تعطيني الفلوس إذا كان البانكة توخر عليها تقصر معايا وهذا هو اللي يشكوا منه توين سبسفة عامة هل من متدخل من من شيرتكم وألا هما مؤسسة على نفسها هي مؤسسة معناها تشتغل على حسب الترتيب والإجراءات والأساليب العمل المتاحة ولكن ثم هناك قانون ينظم العملية ككل تحت أشراف البنك المركزي تونسي تحت أشراف وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة تجهيز ولكن نحن الناس كنا نخدمه في الدولة هذه باش نسهلوا للمواطنة الحصول على الحاجات هذهكة كان تلقى صعوبة وين نمشي كان تلقى صعوبة بتابعة الحال النجم يتبعثون حتى للوزارة معناها النجم أن نتبعوا الموضوع ونشوفوا معناها ما فيه شي شكاية فيه دقيقة كان ممكن لنا نرجع لها مرة أخرى القرض الخاص بالمجل اللي عندهم الديار وحدهم مش فيه بختم بسساد هذك الموضوع هام جدا أنه يعني الوزارة تجهيز والإسكان اقترحت سنة 2023 معناها بنظرا للتغيرات المناخية اللي شهدتها بلادنا كبقية البلدان معناها عزوف تساقط الأمطار سدود متاعنا معناها فيه مستويات منخفضة جدا الأبار ممنوعة الأربار كذلك هذي كله جاء معناها باش نحسوا المواطن اللي عنده الأمكانية باش يعمل مجن معناها يجمع فيه مياه الأمطار للاستعمالات العادية متاعه باش يقلص حتى من كلفة متاع الفاتورة متاع المياه متاعه ونستحفظه على مياه متاعنا هذي مجهود كبير لا بد منه هذي صندوق أو هذي قرض أحدثه في 2023 2023 شروطه شروطه هو أولا معناها شروط القرض يعني ماكسيموم القرض لا يتجاوز 20 ألف دينار مع نسبة فايدة 0% ويسدد على سبع سنوات هذي معناها شروط هي برشة هي برشة بتابعة الحال هي البرشة برشة وهذا معناها مقعدين هو تم معناها تكليف بنك الإسكان اللي يتصرف فيه إلى حد الآن معناها تمت الموافقة على 30 قرض بحوالي 600 ألف دينار 30 قرض بحوالي 600 ألف دينار وفانتظار معناها استكمال بقية الملفات خاطر أحنا تم دراسة أولية تقنية يقدمها المواطن في الإدارات الجهوية متاعنا باش يعطيها الموافقة على المسائل الفنية ثم يهزك الموافقة هذيك ويهزها للبنك الإسكان باش يأخذ القرض متاعه شكرا لك سي نجيب السنوسي المزير العام الإسكان بوزارة التجهيز لحقيقة زادة اختمنا بحبايا رمزيان برشة قرض جديد تحث وزارة التجهيز له القرد للمجل للمجل اللي اليوم ينفعنا كدولة في الشح المائي هذية ينفعنا ماء وينفع المواطن برشة فلوس برشة فلوس بيسير غير ربيعتي المترابر غير دين المترابر شكرا لك مرة أخرى سي نجيب السنوسي المدير العام